السلام عليكم تلاميذ العزاء كيف الحالة منتقلون بخير درسنا اليوم هو حلم حوار الدواء في الغذاء للصفة الخامس الابتدائي عدنا الاسئلة صفحة 72 اولا من اول من اكتشف الفوائد الدوائية للغذاء الجواب بنفس الصفحة هو ابو قراط هذا هو جواب سؤال الاول السؤال الثاني وضح الفرق بين الدواء الذي نحصل عليه من الصيدلية والدواء الذي تحتوي عليه الخضروات الجواب عدنا الطعام الصحي الذي خلقه لنا الله العظيم يكون امن وفيه الغذاء الكامل والدواء الشافي ونستطيع اخذه بدون وصفة طبية وليس له اعراض جانبية هذا هو جواب سؤال الثاني سؤال الثالث ماذا عنى ابو قراط بقوله دواءكم في طعامكم الجواب معنى ذلك اذا اردنا لاجسامنا القوة والنشاط علينا بالغذاء الصحي هذا هو جواب سؤال الثالث سؤال الرابع ماذا قال ابن سينة عن اهمية الغذاء في العلاج الجواب قال اعدل عن الدواء الى الغذاء هذا هو الجواب امامنا سؤال الخامس اذكر بعض انواع النباتات التي تستعمل في العلاج الطبي جواب سؤال الخامس هو اليانسون والقرنفل واكلين للجبل والزعتر وايضا هناك العديد من النباتات التي تستخدم في العلاج الطبي وبهذا نكون تهينا من حل الحوار اتمنى تكون سفدت من الحلو بالتوفيق والنجاح لجميع ان شاء الله ولا تنسى اشتراك بالقناة وتفعيل الجراس